بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب فكل عام وأنتم بخير أسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن نتقلب في نعم الله وفي طاعته وأن نكون من أهل الإيمان وأهل التقوى بمشيئة الله أحبتي في الله هذا البرنامج الغرض منه أن نتزود من محطات رمضان فرمضان له محطات كثيرة فلنجعلها مثلاً ثلاثين محطة نقف منها نتزود أول محطة تقابلنا القرآن الكريم لماذا القرآن؟ لأننا نتعامل مع القرآن بالقطعة بمعنى أنا ختمت ختمة أنا ختمت ختمتين أنا ختمت ثلاث لا القرآن لا يريد مننا هذا أول محطة نقف فيها لنتزود من وقود الذي وصلنا إلى الله عز وجل والزاد الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة أن نقرأ القرآن كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه بأجمعين لماذا؟ لأن الإنسان مكون من شيئين جسد وروح الجسد زاده من الأرض الطعام الشراب إلى آخره شعوات والروح زادها من عند الله عز وجل لأن الجسد من طين والروح من عند الله فالجسد يخرج طعامه من الطين والروح ينزل طعامها من عند الله وهو كل ما في القرآن من إفعل ولا تفعل هناك أناس رفضوا هذا الغذاء غذاء الروح واكتفوا بالغذاء الطيني لذلك قال عنهم رب العزة والجلال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار مثول لهم ولذلك هذا الصند الذي عاش لجسده فقط يحل الحرام ويحلل ويحرم الحلال لأنه لاعم عنده إلا الشهوات هو لافق إلا الشهوة فقط لذلك رب العزة طلب مننا أن نتدبر القرآن حين نتكلم عن القرآن لم يكن كم ختمة ختمت ولا كم كذا أبدا إنما هو لم يكن لنا هذا إنما هو يذكرنا أفلا يتدبرون القرآن كل فيه التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها لم يكن أفلم يقرأوا القرآن لا يتدبرون يعني تقرأ بتدبر أفلا يتدبرون القرآن الصور المية واربعتاشر صورة لتعلم ما مراد الله عز وجل من هذه الآية وبالإخلاص تصل إلى المراد هيفتح الله عليك وسيفتح عليك ربما لم يفتح على من سبقوك ثم التفكر في المعاني لأنه دعانا إلى التفكر في العبادة التفكر في المعاني القرآن لأعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أحبتي في الله رب العزة والجلال يقول عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ارتعشت وارتنعت ها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يبقى القضية مش قريط بقى إيه جزء وجزئين وثلاثة وأربعة وأنا ختمت اليوم عشر ختمات وأنت لم تقل كذا نقل عن سلفنا وضوان الله عليهم ورحمهم الله أن نقل عن الصحابة كسيدنا عثمان بن عفان سيدنا عبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنه وأجمعين أنهم كانوا إذا تعلموا تأملوا دول الصحابة دول أفضل خلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات عشر آيات مش ختمة وختمتين وثلاثة واربعة أنا لا أمنع أنك تقلم عشر في قتمات لكن بتدبر أحبتي في الله كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها كيف عندها ماذا أفعل بعدها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل يعني إيه المطلوب من العشر آيات ما المطلوب مني في هذه الآيات العشر المطلوب مني أفعل وكذا وكذا طيب أطبك بس مش ما يجلس يطبك عشر سنين ولا سنة ولا اثنين ولا مية يقول حتى لا أتجاوز هذه الآيات حتى أطبك لا الناس دي كان هاتور شغالة فقالوا تعلمنا القرآن الكريم والعلم والعمل جميعا مرة واحدة ولهذا كانوا يأخذونا وقتا في حفظ الصورة يريد حتى مشايخنا اللي بيعلموا أولادنا يعني يبصروهم ببعض المعاني ونحن صغار كان الشيخ رحمه الله يعلمنا بعض المعاني في مثل هذه المسألة القرآن يدعونا إلى التفكر في شيئين عشان نتفكر في مفعولات الله عز وجل وفي آياته المفعولات دي المفعولات اللي هي المخلوقات كل ما خلق الله مفعول فتدبر في الكون في الأرض في السماء في الملائكة في الإنسان ده 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 الإنسان نفسه لو تدبرته لن تنتهي وفي أنفسكم أفلة طب السرور وعندنا زادان عندنا زاد دنيا وزاد آخر نعمل موازنة مع بعض كده السريعة وشوف أنت بقى تميل إلى أي واحد فيهم زاد الدنيا الطعام والشراب والأكل والشهوات زاد الأخرة مع رفض الله عز وجل والعمل بكتابه والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم زاد الدنيا يضمن لك سعادة مؤقتة مؤقتة مجرد ما تأكل انتهت السعادة زاد الأخرة يضمن لك السعادة الدائمة نحن نقول زاد الأخرة القرآن والعمل بما فيه زاد الدنيا كما تعلمون زاد الدنيا يخلصك من عناء موهوم ينقضي من قضاء لهذا الشيء زاد الأخرة يخلصك من عذاب متيقن الوقوع ويقيك جهنم إن شاء الله زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع عذاب منقطع يعود تاني مرة ثانية أما عذاب الآخرة فيخلصك من عذاب دائم زاد الدنيا يوصلك للذة ممزوجة بألم وأسقام وبليات لأنه ماش جايب يبلاش جايب بعد تعب وعناء زاد الآخرة يوصلك للذة باقية لن تنقطع بل إن الله عز وجل ينميها لك زاد الدنيا يوصلك لمنصة الشهوة وحظ النفس زاد الآخرة يوصلك لعتبة الجلال والقدس والقدسية زاد الدنيا تتحرك معه الشهوات لأنه كلما اشتهت شيء البطن هات اشتهت كذا 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 زاد الآخرة ما يوصلكش الشهوات يوصلك الى جوار الرحمن عز وجل وصدق الشاعر إذ يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان مع مجزي يعني أنت لم تفعل مثل ما فعل هذا الرجل الذي عاش لهذه اللحظة أحباتي في الله الطريق في أودية وشعوب أودية وشعوب وعقبات هذه لن تزول إلا بأن تلجأ إلى الله عز وجل وأن توازن بين غذاء الروح وغذاء الجسد ولا بد أن يكون لكل واحد فينا خبيئة خبيئة حاجة كده بينه بين ربنا لا ملك يعلمها حتى يكتبها ولا زوجة تعريفه حتى كذا كذا خبيئة كان يقول له شوف الناس الانسج عليهم الغار وقعت عليهم السخرة في الغار كل واحد طلع خبيئة كد بينه وبين الله أنت تعلمون الثلاثة الذين وقعت عليهم السخرة أحبتي في الله الكلام كثير والمحطات كثيرة وسنقف مع محطة محطة لنتزود بما يعيننا في دنيانا طاعة لله عز وجل وبما يعيننا في أخرانا على الوصول إلى جنة ربنا بعد فضله ومنه ورحمته بنا أسأل الله عز وجل أن يعيننا على التزود من هذه المحطات الكثيرة وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم